اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فالحاجة اللي انت ممكن تفقدها لما تعيش في المجتمع غريب عنك لمدة تسعة سنوات هو النشناليتي الجنسية بتاعتك هتخسر جنسيتك يعني مسلا لو انت مصري وروح تعيشت في امريكا تسع سنين هل ده معناه انك ما بيتش مصري؟ لو معناه ان انت ما بيتش مصري يبقى رجابة صح ان هي النشناليتي لكن دايما صح لو انت عيشت في دولة اجنبية مهما عيشت فيها انت برضو بتفضل بنافس الجنسية بتاعتك الا لو انت خدت جنسية تانية ده موضع تاني فهنا كلمة نشناليتي ما تنفعش معناها جنسية ما تنفعش درجة او يعني شهادة جامعية اكسنت اللي هي اللهجة طريقة كلامه نوت ملاحظة فالحاجة اللي ممكن شخص يفقدها لما يعيش في المجتمع اجنبي لمدة تسع سنين هي اللهجته هي طريقته في الكلام هناخد رقم سين لما انت تعيش في مكان معين لفترة طويلة هتقدر تكلم بنفس الطريقة اللي الناس اللي عايشين في المجتمع ده بيتكلموا بيها فدل حصل هو فرنساوي لكن عشان هو عايش تسع سنين في لندن فلهجته الفرنسية طريبا هو خسرها او فقدها اتنين والدتي بتعمل اشهة والاز كيكة يمكن لتزوجه على الاطلاق عندها في الاختيارات كيفرف في الاختيارات فضيعة وحشة مو���ز شخص مندهش، الفل يعني فضيعة وحشة او максим او فل معناها يا فضيعة كده", الاتنين معناها في وحش خط رنسي بب أتحسوج بيها شخص وكيفي أ ردえ أن الشخصه ده عمم، أنا مندهش اما الحاجة اللي بوصفها بقول عليها اميزنج لما انا بوصف شيء او بوصف حد بقول ان هو اميزنج اما لما اقول اميزد فده معناها شخص مندهش هل هنا انا بتكلم على شخص مندهش ولا بتكلم على كيكة لذيذة او كيكة مدهشة هي هنا بتقول ان الكيكة دي لذيذة ومدهشة الحواسيب الحديثة تقدر تنظم او تجمع كميات كبيرة من المعلومات بسرعة كبيرة عند في الاختيارات كان تقدر تنظم ولا ديس باتش اللي هي يرسل او رسالة كلمة ديس باتش معناها يرسل او رسالة ولا اسناتش اللي هي ينتزع او يخطف ولا ريكونايز يتعرف على ايويدريك فاللجابة الصحيح هنا هي رقم اين الحواسيب بتقدر تنظم علومات كبيرة او في كميات او في اوقات صغيرة الاخرية اللي كنت تركونايز انتو يعني هي دل اللي ممكن تكون عارفينها بين بين كلمات عشان الكونايز معنا هتعرف على لو انت حد تعرفه ومسلا قعد في مكان معين وحد يدخل عليك انت لو شفت شخص دائب كده او لو هو صاحبك مثلا هتقول اري كونايز دهم انا تعرفته عليه لو قعد في مكان غريب وحد يدخل عليك وانت تعرفه هتقول اري كونايز دهم انا تعرفته عليه انما سناتش والدس باتش اللي اتنين لحد ماعمل هم مش ايه ثلاثين لازمة عشان هم مش باستخدامه بشكل كبير ومش عندكم اصلا في مناك فعايز تحفظهم احفظهم مش عايز تحفظهم براحتك غريبا مش هي اصلا معك با اي حاجة معناها يرسل او رسال معناها ينتزع او اللي هو يخطف ربعة ماحدش مسموح له ان هو يقرح حاجة معينة خاصة بيا عشان هي شخصية اوي حاجة شخصية الحاجة الشخصية اسمها دايري اليوميات ولا بوك كتاب عادي والارتك المقال ولا تايتل عنوان المقال فالحاجة الشخصية اكيد هي الدايري الدايري الي هي يومياتك يومياتك اللي بكتفيها الحاجة في البسر معك اليوم او اصررك او اي حاجة اي حاجة شخصية اي حاجة خاصة بك انتها فلي مش مسموح لحد ان هو يقرأ ايا ان كان خمسة انا حاولت ان اجري او اعمل حاجة معينة مع الثلاث اشخاص اللي كانوا موجودين حوالين الترابيزة عشان انا مكنتش اعرف اي حد في الحفلة حفلة انا رحتها معرفش اي حد فيها فلما عدت على الترابيزة ومعاني ثلاثة ثلاثين حاولت ان انا اعمل معاهم مناظرة ولا روابط ولا سؤال او استفسار ولا محادثة فالاجابة الصح هنا هي يجري محادثة او هيعمل محادثة مع الناس دي صفحة ثلاثين تشيكبونت رقم اثنين على الكلمات برضو اول سؤال فيها اخواتي الكبار الاكبر مني خلصوا الامتحان بتاعتهم يدوب دلوقتي وهم خرجوا نو نقط هيطلعوا برا عشان يعملوا نقط 2 يستريح او تعافى كاليبريت معنى هي عاير كاليبريت معنى هي عاير يعاير بمعنى ايه انتوا خضوها في الكمية اكيد اي اخدتوا التالبريتشن او المعايرة في الكمية لمعارضة الكيمية دي انك تقيس حاجات معينة وتشوفها دقيقة ولا لا دي اسمها المعايرة لو حد من يكون داخل كلية الناس هياخدها في القياسات ما علينا برضو هيل حد من ما ماش تتهميكم دلوقتي لو مش عايزين تحفظها هي معنى هيوعير مش عايز تحفظها ما تحفظها دلوقتي معناها يكافأ او مكافأة معناها يحتفل هما يخرجوا عشان يحتفلوا رقم دي هي الصحة تقريبا دي معانا دي عارفينها دي ودي لحد ما مرهمش استخدام عندكم في المائك دلوقتي فانت لو مش عايز تحفظه ما تحفظه مش معناها يستريح او تعافى معناها يعاير والاسم منها المعايرة اتنين التقرير بخصوص المشروع الجديد بيقول ان التكلفة اعلى بكتير مما كانوا متوقعين ده بيفتكر ولا بيذكر ولا بيحسن ولا بيصلح فياخدوا رقم بي التقرير بيقول هنا التقرير بيذكر ان المشروع الجديد تكلفته هتكون اعلى بكتير ما احنا نكون ممتوقعين هنا كمية يذكر بمعناها ان هو في معلومات بتقول كده تلاتة انا افترض ان احنا هنكون بزيارة بعض المعلمة السياحية اثناء ما احنا موجودين هنا في الاسر اللي هو زيارة او رؤية المعلمة السياحية اللي موجودة هناك انا برفض انا برفض برضو انا افترض انا ادرك او اتعرف على فالجابة الصح هنا رقم سي اللي جابة الصح هنا انا افترض ان احنا هنقوم بزيارة بعض المعلمة السياحية بما اننا هنا موجودين في الاسر اربعة اثناء عروض او مبيعات في الجمعة البيضة عروض الجمعة البيضة فقط كل استتاير في المحل كانت بتباع بنصف السعر يا بلايك فرايدي ترجمة الحرفية الجمعة السوداء في العربي بترجمة الجمعة البيضة ما ترجمهاش جمعة السوداء ترجمة الجمعة البيضة في المهم ان احنا عايزين نقول هنا بنصف التمن بنصف التمن خمسة التريفزين والانترنت واشكال تانية وصور تانية من وسائل الاعلام او وسائل التواصل بتاعت الناس خلت العالم خرية صغيرة خرية عالمية المهم هي اسمها ماس كونيكشن ولا كونيكشن ولا كوميونكشن ولا افكشن اسمها ماس ميديا او ماس كوميونكشن وسائل الاعلام بقول عليها ماس كوميونكشن او ماس ميديا ماس ميديا او ماس كوميونكشن صفحة تسعة تراتين وشيك بونت رقم ثلاثة برضه على الكلمات اول سؤال فيها الطيارة اطلفت بشدة او اصيب باضرار يعني اضرار كبيرة اثناء الرحلة من اليابان الى امريكا متاح التكن الفكرة من اليابان الى امريكا وبتكلم على طيارةها ly魂 رحلة بهرية ولا فلات رحلة جوية ولا عز pulling or byconic نزهة او بتتمشه او بيجل معناه بعثة اكس WHATEVER فبتكلم على照控اد طياريها اكتب بطريقة من sprinkling هتكون رحلة جوية ويج رحلة بحرية بيجل شكرا لإمكانكشن جدا baruها تتمشه بالعربية معناها القدار على relationship ノطور مثلا الفلوس تيجي منين? هنجيب فلوس منين. فعند في الاختيارات محادسة بين ام ولا مناقشة ولا ولا بحس. فالجابة الصح هنا هي هنا 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 في موضوع عايزين نقلو حل. بما ان احنا بنتكلم على موضوع ما عندناش حل ليه? فاحنا كده بنعمل 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 مناقشة. الاجابة الصح هنا هي مش محادش يختار محادسة اسمها مناقشة هنا او موضوع بنتكلم عنه بنحاول ايه له حل ده اسمه ده اسمه مناقشة. تلاتة اختي اللي اكبر مني او الكبرى بتضيع كتير قوي من وقتها على الفيسبوك بتعمل حاجة معينة مع اصحابها. اللي بتعمله على الفيسبوك اسمه محادثات مناقشات دردشات ولا الابحاث. الحاجة او الكلام الكلام بينك ومن اي حد على اي موقع تواصل اجتماعي او على التلفون عموما بتقول عليه بتقول عليه دردشة. الكلام المحادثة اللي بيناكم من اي حد على اي موقع على النت بتقول عليها تشات ديها دردشة. اربعة السفينة وصلت الشاطئ بعد حاجة طويلة وخطيرة. حاجة خاصة بالشيب. حاجة خاصة بالسفينة وطويلة وخطيرة. الحاجة دي هتكون رحلة بحرية ولا رحلة جوية ولا بيكنيك اللي هي نوزها والاكسيبادشن البعثة. نفس الاختائلات اللي كان موجودين عندنا فوق. لكن هنا وسيلة الناقل اللي اختلفت. المرة اللي فاتكة بلين هنا. اهي بلين طيارة. امن هنا شب. هنا سفينة. فالسفينة هتعمل بويتش. هتعمل رحلة بحرية. خمسة. قريبت بدون ملاحظاتها في حاجة شخصية خاصة بيها هي كل الليلة. الحاجة الشخصية اللي انت بتدون فيها ملاحظاتك اكيد اسمها محدش يختار ديري. ديري معناها منتجات البان. البان او منتجات البان زي الجبنة. انما هي اللي معناها مذكرات. لو بتنساها كلمة البان بتبدأ بالالف. البان. هنا برضو يعني او الاي جاية قبل الاي. اللي بدأ بال اي. لو الالف دي تكون البان. اللي بدأ بالالف بالاي او بالالف هي البان. اما اللي بدأ بال اي دي مذكرات. لو بتنساها يعني ما كنت تحفظها كده. ندخل دلوقتي على التمرير العام على الكلمات. اول سؤال. المدرب الجديد بتاع الفريق بتكلم انجليزي مع لهجة فرنسية عشان هو من سوزرلاند. فعند في الاختيارات accent لهجة لغة ولا نوت ملاحظة ولا sign اشارة او علامة. ففيش حاجة اسمها لغة انجليزية مخلوطة بلغة فرنسية. لا اسمها انجليزي بتكلم انجليزي مخلوط بلغة او بلغة. بتكلم انجليزي لكن بلغة فرنسية. زي ما احنا بنتكلم انجليزي بس بلغة مصرية. فبنقول انجليزي بلغة فرنسية احنا اخر حاجة دوينتها اخر دخول لها واخر تدوين لها في المذاكرة بتاعتها كان يوم عشر اكتوبر. عندي ولا 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 ترب. فيدي حاجة اسمها اللي هو دخول او تدوين. اخر مرة فتحت المذاكرة بتاعتها او دوينتها حاجة كان يوم عشر اكتوبر. تلاتة المصنع بتعمي او خيلي بيونتك ملابس واحزية وحاجات تانية او منتجات تانية بضائع تانية بضائع جلدية بضائع جلدية اللي هي بتاع بعمله من الجلد بيعملها او بيعمل البضائع دي. لحد معين زائد الاسواق اللي موجود على البعض بحار فالقيقة الصح هنا هي او اوفل الうわ вид طبيعة وحشة ولا الوقت المحلية. ولا كرة جلدية فهو هنا عايز حاجة تضاف والماركتز حاجة بيتكلم على على اسواق. الاسواق دي يمكن تكون محلية. يما بتكون خارجية. هو هنا جابك الخارجية اللي هي بتكون بعد ما بيعدوا البحار وكده. اما المحلية بقول عليها اسواق محلية. للاسواق المحلية والعالمية. تباقيين مش قريبين اصلا من المعنى. مش قريبين من الجابة الصح. خالص. معناها ما شيء. العلاقة اوفر معناها فضيعة وحشة. معناها فريسة. يعني العلاقة من كل دول. وكيمة كلمة محلية. ملاش علاقة. اربعة. الطلاب محتاجين ان هما يتعلموا ازاي نوعات شغلهم او عملهم بشكل كويس عشان يقدر يحصلوا على اعلى ادرجات او افضل ادرجات. فهم محتاجين يعملوها في الغاز ولا بيربلاكس اللي ما معناها يحير ولا يضيعو ولا ارجونايز ينظمو. فياخد الرقم دي. اللي اجابة الصح هنا هي رقم دي. ارجونايز. محتاجين ان هما ينظمو. خمسة. صاحب بعث لي رسالة نصية بيقول فيها انه يكون متاخر. رسالة نصية اسمها تيكست مسج. رسالة نصية مساج اللي هو المساج او تدليك. بسج اللي هي القطع. مسنجر اللي هو الرسول. كلمة مسنجر معناها رسول. اجابة الصح هنا تيكست مسج. رسالة نصية. ستة. الكاتب لخص الجدال او النزاعات اللي كانت موجودة على المقال في البراجراف الاخير. في الجزء الاخير من المقال. فعندي اتلف ولا لخصها ولا قط اطاعها ولا يعني خليها معادة او لغز خلي فيها لغز. فالجابة الصح هنا هي سامرايز. سامرايز لخصها هو لخصها في البراجراف الاخير. في القطع الاخيرة. سبعة. عشان الاطفال يكونوا متسامحين. يجب ان يربوا على احترام الحاجات المختلفة. احترام الثقافات ولا اللي هي الاوضال الاقتصادية ولا القتالات او النزاعات. ولا ديزبيوت ديها زي معناها شجارات او نزاعات. فالمفهول انت تحترم ثقافة الاخرين. اللي هي رقم ايه? ثقافة الاخرين. طريقة لبسه طريقة كلامه طريقة التعامله مع الناس او يعني طريقة حياته عموما. دي كلها ثم او الثقافة الشخص ده. تمانع. من واجبات اللي هو الظباط الامن ان هما يحيقوا الزوار الزوار او الزائرين. ويوجهوهم للقسم المناسب. لقسم المناسبين. واجبات الزباط الامن بتشمل. عايز اقول هنا بتشمل. فبتشمل معناها بتشمل تحية الزوار. تشمل تحية الزوار. تسعة. انهي في الخطاب بتاعها. في الخطاب بتاعها الممثلة الشابة. نقطة مساعدة والديها. مساعدة زوجها. وهي اللي هما الممثلين زميلها. فعنده في الاختبارات اكترس. فكرتهم. ولا ذكرت. ولا رشاحت الحق دي. ولا اكسب يكتب توقعات. هنا بقول ان في الخطاب بتاعها ذكرت. كان عندنا من شوية ان كان فيه كان فيه تقرير. التقرير ده كان بي كان بيذكر. العيوب او بيذكر المسلا ان يتكلفها تكون زيادة. فهنا نفس الموضوع برضو. هي هتقول الخطاب. الخطاب هيذكر. هيذكر مساعدة والديها ومساعدة زملائها ومساعدة زوجها. فالجابة صحنا هي ذكرت. الخطاب بتاعها او الممثلة الصغيرة الممثلة الشابة. ذكرت في الخطاب بتاعها. عشرة. لما حاجة عنيفة ضربت الساحل الامريكي او ساحل امريكا. في حوالي عشرين واحد تلاتلوا. حاجة عنيفة ضربة الساحل. فالحاجة العليبة دي هتكون هوا عادي ولا ضروط جفاف ولا اللي هو هو النسيم ولا عاصفة. فالحاجة اللي ممكن تضرب ساحل. الحاجة اللي ممكن تسبب يعني ان حد يموت هي العاصفة. دي نسيم ودي جفاف. ودي ده هوا. الجفاف ممكن يسبب موت الناس. لكن بيقول لك حاجة عنيفة وبتضرب او بتحاجم الساحل. بتضرب الساحل. الحاجة اللي ممكن تعمل كده هي هي العاصفة. حداشر. فيه ثلاث حاجات معينين بس في اليوم الى مطار نيويورك من القاهرة حاجات بتطلع من القاهرة لمطار نيويورك الحاجات بتطلع من مطار لمطار دي اكي الطيارة فالطيارة بقول عليها أو بتعمل بتعمل رحلات جوية رحلات جوية فايت الآخرين معناها قتلات أو شجارات فايت معناها قتال أو يقاتل 12 العديد من الألعاب أو المباراة بلغيت بسبب الأحوال السيئة الأحوال السيئة وأحوال الجو السيئة بقول عليها مناخ ولا الطقس ولا أتموسفير اللي هي الحالة العامة أو الغلاف الجوي فالجابة الصح هنا هي ماذا معنى بتعبر عن حالة الجو بتاعنا حالة الأجواء الطقس لفترة قصيرة حالة الجو لفترة قصيرة اللي هو الطقس الطقس أو حالة الجو لفترة قصيرة بقال عليها الجو لو كان طول السنة وحش كنت باخد معاه او لانا بتكلم عن حالة الجو الفترة اى باخد Attack climate هنا انا بتتكلم على حالة المعينة على وقت معين اوي دلوالاسبوع اللي فات. وقت معين في الاسبوع اللي فات كنت قنواحش الجو كان وحش الوقت كان وحش الفترة قسيرة اوي. مش طول الوقت. مش stimulus فترة طويلة فترة قصيرة عشان كان اختم معها ودر مش climate تلاتاشر خبراء بيقولوا انه مش من الصحي انك تأكل بين الحاجات بين حاجة معينة. بين اللي هي الايمالات اللي بتبعت لك ولا اللي هي المنشورات ولا كونز عنها مساوئ مميزات وعيوب اللي هي الوجبات بتاعة اليوم اللي هو الفطار والغدا والعشا فمش من الصحي انك تاكل بين كل واجبتين بين الفطار والغدا او بين الغدا والعشا اسمها ميلز لاجبا صاحنا ايها ميلز الخبراء بيقولوا انه مش من الصحي انك تاكل او الاكل عموما بين الوجبات دي مش حاجة صحية. اربعة عشر نوعات. لما يعني مختلفين احيانا منكم يتصلوا على موظف شركة ويوصلوا له حاجة معينة. يوصلوا له حاجة معينة خاصة بالموظف ده. فعندي هنا ميل البريد الصوت بتاعه ولا نوت ملاحظات ولا بسج قطع ولا الجهاز. فالتعبير اللي كان موجود في اليونت اللي هو البريد الصوت بتاعه. يخش على رسالة بتاعته. يعرف البريد الصوت والحاجة اللي ببعتها. خمساشر المؤتمر هيبدأ بحاجة معينة. الحاجة دي هيعملها مدير شركة صناعية رائدة او قائدة. عشان يوضح اهم الحاجات الجديدة. اللي هي الحاجات الرائدة. عشان يوضح اهم الحاجات الرائدة والمتشر دلوقتي. فالمدير هيعمل حاجة هيوري بها حاجة تانية. هيعمل ايه عشان يوري بها الحاجات الرائدة او الحاجات. هيعمل قرار ولا صورة ولا اللي هو عارضة توضيحي. ولا انحراف. برضو انت رابتاخدوه اللي هو الاحصى. عندكم حاجة اسمها اللي هو الاحصى المعياري. هتاخدوها برضو في الاحصى تقريبا. طلب السنوي. معلنا برضو الرجابة الصحة هنا هي رقم سي. وزا هيعمل عرضة توضيحة هيوضح فيه اهم ترندات اهم الحاجات الرائدة اللي موجودة. ستاشر. احنا عنينا كتير اول في الشركة دي السنة اللي فاتت. لكن على كل حال على العموم دي كانت حاجة نجحة. كانت نجحة او كان نجاح حقق نجاح. التعبير اللي قلنا عليه واحنا مشرح الكلمات. معلها على العموم. على العموم. سبعتاشر. على الرغم ان هو كان بيتضرر بمدد اسبوعين الا ان اخي الصغير كان بيجد صعوبة ان هو يتعلم السباحة. يجد صعوبة فيه. تعبير معناها يجد صعوبة في تمنتاشر. انا بحب زميلي في المكتب عشان افكاره الى حد ما شبيهة من افكاري. شبيهة من الافكار الخاصة بي. مشابه لي او شبيه لي اسمها سيميلر تو. مشابه لي او شبيه لي. تسعتاشر. فرنسا مشهورة بي برج ايبل والطعام الفرنسي. فرنسا مشهورة بي. اي حد مشهور بي. مشهور بي معناها فيماس فور. مشهور بي فيماس فور. حرف الجرد دي مفروض تكون عارفينها. احفظوها عشان هي ما تتغيرش. مش زي اي حاجة تانية. حرف الجرد مش بتتغير. يعني كلمة سيميلر هعرف ان انا اخد معها تو. تعبير زي دا مش حارف الجرد بس تعبير مشهور. تجد من الصعوبة ان او يجد صعوبة في مشهور بي برضو حاجة معروفة او حاجة يعني مشهورة. عشرين. في النهاية انا اطريت ان انا اخد القرار الصعب ان انا اتقاعد مبكرا بسبب مشكلة صحية. انا راجل لسه ما عنديش تبتنسانة مثلا لكن عند مشكلة صحية فاتخذت قرار صعب. قرار صعب. difficult decision. قرار صعب. اطررت ان اتخذ القرار الصعب. Decide فعلا بمعنى يقرر. فدي صفة. الصفة توصف اسم. الاسم هنا هو decision. Decided معناها قرر. في الماضي. معناها حاسم. دي صفة اصلا برضو. هتقول اذا تفقلت. لا. معناها حاسم. صفة. فدي صفة ودي فاعل ودي فاعل. وانا اصلا عايز اسم. فالاسم الوحيد هو. واحد وعشرين. عشان نعيش في السلام. الناس المفروض تقبل يعني اختلافات هالنقط. اختلافات الاخرين. اختلافاتهم. ولا انا عايز صفة. عايز صفة توصف المتق variance معناها اختلافات. اختلافات دي اسم ما انا اعز وصفه. وحط اللي عام له. معناها ثقافية. اختلافات ثقافية. الثقافة عادية. اللي هو الاسم. الا الصفة منها منور معناها يدوي. معناها يدوي. معناها موهوب. يعني عنده موهبة او عنده مهارة. فالعجاب الصح هنا هو. اختلافاتهم ثقافية. اتنين وعشرين. زي فيزتو اسوان وزريلي اميزنج اذا لايكت ات ماتش زي انترام اف زي ادكتب اميزنج از نوت هو هنا جايب لك جملة معينة من خلال الجملة دي عايزك تخامل معنى كلمة اميزنج وتجيب له عكسها اميزنج معناها رائع الزيارة بتاعتنا لأسوان كانت رائعة في عكس اميزنج هيكون اردناري لو العادي ولا فانتاستيك رائع ولا بازلت محير ولا اكسيبتت مقبولة عادي حاجة مدحشة وحاجة عادية خالص مالهاش لازم او عادية يعني مالهاش حاجة مميزة تلاتة وعشرين the school organized certain states according to health measures the synonym of the verb organize is not مراض في كلمة organize بيقولك هنا ان المدرسة بتنظم مقاعد التلاميذ تبقى لأجراءات الصحية المهم اننا عايزة عارف معنى كلمة organize organize عارفينها بمعنى ينظم مراض فيها explain وفسر ولا waste يهدر ولا ادمج يتلف ولا arrange راتب organize الى حد ما شبيهها بأرنج arrange your read type organize معنى ينظم 24 after two month at the course بعد شهرين في الكورس my friend is not better at english صديقي بتحسن في اللغة الانجليزية يتحسن في حاجة get better get better my friend is getting better حانا نجمنا في المدرسة المستمر فقلت is getting better يتحسن 25 as your music first value can have fun and learn not music at the same time في الاعياد بتاعت الموسيقى انت ممكن تستمتع have fun تستمتع وفي نفس الوقت تتعلم بشأن الموسيقى يتعلم بشأن او يتعلم عن learn about يتعلم بشأن او يتعلم بخصوص يتعلم حاجة عن الموسيقى learn about يتعلم بشأن دي كده كانت كل اسريات الكلمات بتاعت الموسيقى رقم 4 معنا هتكون على الجامر الجامر بتاعنا فكيكون بين مرة تانية كان هو المدرسة المستمر والفرق بينه بين المدرسة البسيط امتى الفعلة يكون state يكون حالة وامتى يكون اكشن امتى يكون الحالة او فعل اقضى لها في استمرار ده دائم اختصار كل اللي بيعبر عنه الجامر ده سواء في المرة اللي فاتت او المرة دي فخلينا نشوف اول سؤال ما بعض في بيقول احنا دايما بنأكل في الخارج او بنأكل بالخارج عشان احنا بنأكل هالطبخ احنا انا عايز عبر عن احساس مشاعر الاحساس او المشاعر او العاطفة دي حاجة دايما بتكون state دايما بتكون حالة مش بتكون اكشن مش بتكون اكشن عشان كده دايما بيخدها بمضرعة بسيط مش بغراء مستمره مش بقول هقول هنا احنا دايما بنأكل بالخارج عشان احنا بنكر هالطبخ احنا بنكر هالطبخ اتنين أي أنتتى. أنا هيكون معك في خلال التقيقة. أنا أعطي حاجة معينة في غرفة المعيشة. أنا هيكون معك بعد دقيقة. علشان أنني دلوقتي حالياً بأعمل حاجة. الحاجة اللي أنا بعملها دي. هتكون مستمرة. دي أيشن ؟ أنا بأعمل أكشن دلوقتي. بأعمل حدث. بعد الحدث ده هيكون مستمرة. فهقول هنا. أنا بس بخلص حاجة في غرفت المعيشة. حط ما استنيني فأنا اقول له هيكون معك بعد دقيقة. عشان خلال الدقيقة دي انا هكون بعمل حاجة. هاكون بخلص حاجة. في هنا حدث مستمر. اللي هو الانهاء او انك تخلص حاجة. ثلاثة سوهيلا شطر قوي. هي بتتكلم سبع لغات. هل سوهيلا بتتكلم سبع لغات دلوقتي? يعني انا شايفها دلوقتي بتنطق سبع لغات في نمس الوقت. لا انا هنا مش بتكلم على اكشن على الحدث بيحصل. لا انا بتكلم على الحقيقة. شخص بيتكلم سبع لغات فبقوله ان هو بيتكلم سبع لغات. مش معناه ان هو قايف قدام دلوقتي وعمال يتكلم من سبع لغات. لا معناها ان هو في العموم في العموم الحالة بتاحته ان هو يقدر يتكلم سبع لغات. يعني الجملة هنا يكون مدرعة بسية عادية. هنا حالة. مش اكشى. مش حرص بحصل قدامي. هيخدونا رقم سين. هي بتتحدث. اربعة انا دايما مش بيكون معي اي حاجة اكتب بها. عشان انا دايما بضيع الايلم بتاعتي. دايما بضيع الايلم بتاعتي. جايب لي الفاعل و جايب لي بعد هجيب فاعل انا دايما بضيع الايلمي. خمسة والاخيرة. انا اعتقد ان انا هرمي. انا اعتقد ان انا هرمي. عشان اللبن ده رحته يعني مش طازجة كفاية. مش مش طازج كفاية. فعنده في الاختيارات ولا كانت تسميل. افعل الحواس اللي هو ان بتطاش تلمس او تشم او تسمع. الحاجات دي لما تقول حاجة ريحتها كزا او حاجة طعمها كزا ما بيجيش في استمرار. لما بتقول ان الحاجة ريحتها كزا او الحاجة طعمها كزا بيجيبها في استمرار. اما لما تقول انا بشم او انا بتضوق ساعتها اجيبها في استمرار. يعني لو الفاعل بتاعك في الجملة هو الحاجة اللي ليها ريحة او الحاجة اللي ليها طعم. الاكل مسلا او اللبن هنا. ساعتها ما بيجيش في استمرار. اما لو انا بتكلم عن نفسي فبقول ان انا بتضغغ او ان انا بشم سعتها بيقض فاستمراره؟ هل هنا انا بكلم على النفسي ولا بكلم عن اللبن? عن الحاجة؟ لأ اننا بكلم عن الحاجة. ببمأ في ماчитلف على الحاجة يبقى بحال الحواس مابجيش في السمرار. يبقى بحال الحواس هنا هتيجي مضارعة بسيط. مblock is smells. لو كنتبتكلم على الشخصى فكنت هقول هو يا شوم. هو يا شوم. اما بما Wong بتكلم على الحاجة اللي ليها ريحة او اللي بتطلع مها الريحة او اللي اللي يكون لايها طعم. الحاجة نفسها ببجيش بالسمرار. الحاجة نفسها بتخلي فعل الحواس تيجب في مضروعة البسيط. الكلام ما كانش عليك رشتك بوينت واحدة بس اللي رقم اربعة. ودولة نخش على تمارين العامة بتاعته. اول سؤال. انا اشتريت الكاميرا الجديدة بتاعته الاسبوع اللي فات. انا دلوقتي باخد بها صورة لك. انا دلوقتي بصورك. انا حاليا في اكشن بيحصل. في حدس بيحصل. فام تيكن. احنا نجب للمضروعة مستمر وعندي ناو. ما فياش اي مشكلة دي. رقم الواء الان. فعندي كلمة وكلمة ما بيجوش في السمرار. كلمة ومعا كلمة اسمها ما بيجوش ابدا في السمرار. دايما هتلاقيها او سيم. فهنا هنقول اي سبوس. انا افسرت. اي سبوس. انا اعتقد. تلاتة. لما تستناش علي في غرفة المعيشة? هنوض اشور. هو بياخد شور دلوقتي. نفس الموضوع انت راستنانه شوية عشان انا بعمل حاجة. عشان حسما هو. كلا من خلال الحاكم ؟ هنا في حالات شغال. لو va الاستعمال. في حالة شغال. رقم اربعة. اشد من ال gakك اشد من قرار الحاسم عشان هو بيفكر او قرار سليم عشان هو بيفكر بح كثرة. هو لم يمكن انك عدد او قرار سليم عشان هو بيفكر بحلت كثرة في أحد. احنا نقول تي يوفكر يتعبر عن ا cemetery ، اتعبر عن حدث فين في سيرها . فأقول هو يفكر هو يفكر. خمسة. ванتي يوفكر. خمسة لا تشارط تريطه انه جول شيخ 교ع Wilson هل انت تعرف اي مطعم كويس في المنطقة كلمة يعرف او فعلي يعرف برضو ما بيجيش بالسمرار كلمة نو او فعلي نو دايما هتلاقيها نو مش هتلاقيها ام نوينج مسلا او هايز نوينج مش هتلاقيها في المضرعة المستمر دايما هتلاقيها مضرعة بسيط فياخدون رقم بي دو يو نو هل تعلم ستة يور انت كيرفل انت مش حريص يور انت سيام استيق اجين فعندي يور اولوز ميكينج اتفلنا لما يكون فيها عادة والعادة دي مضيقاني بياخد معامل رقم السمر فهنا هو عنده عادة اللي هو مش حريص فدايما بيعمل نفس الاخطاء فانما دائما كده فبقول له انت دائما او دائما ما تقوم بنفس الاخطاء سبعة محتاج اعرف حاجات تانية المزيد احتاج ان اعرف المزيد بشأن الوظيفة قبل ان اقرر اذا ما كنت سأقدم عليها ام لا يعني ابل ما اقرر ان اقدم في الوظيفة ولا لا محتاج اعرف عنها شريط معلومات كلمة نيد برضو ما فيش حاجة اسمها مضارع بسيط تمانية هل انت وجدت منزلا حتى الان لا انا عايش مع عمتي في الوقت الحالي في هذه اللحظة هنا باتكلم عن الحاجة المؤقتة في هذه اللحظة بياخد معهم مضارع مستمر انا اقيم دي حاجة اعتبارها حدث مؤقت انا دلوقتي انا حاليا مقيم مع عمتي لكن بدور على بيت تسعة المزيد والمزيد من الناس بيعيدوا تدوير او بيعيدوا استخدام مخلفته مع زي الايام برضو من الحاجة تدل على مضارع المستمر فياخد معاها يعيدوا تدوير او يعيدوا استخدام عشرة انا اعتقل ان هو محظوظ بشكل كبير فالليهم انه هو فعلي 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 اقول ولا ولا ففعلي برضو مش بجيبه في استمرار فبقول اي 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 انا اعتبره فعلي ما بجيش في استمرار حداشر هل رامي بيتكلم في الترفون محد بيقوله لا هو بيتذاكر دلوقتي هو بيعمل واجب بتاعه دلوقتي فعندي انا دلوقتي بتكلم على حدث معين او بتكلم على فترة معينة هل رامي بيعمل الحرث ده خلال الفترة دي هل رامي بيكون مستمر ففعلي الحرث ده خلال الفترة دي لا بغضي نزرها الاجابة لا او ايوة المهم هنا ان السؤال هيكون مضارع مستمر سين هل رامي يتحدث اتناشر انا محتاج مشغل الاقراص بتاعي لو انت مش بتستطيع الم دلوقتي في هذه اللحظة او في الحال عندي لو انت مش بتستطيع الم دلوقتي لو انت مش مستمر في استطيع الم دلوقتي ادهوا لي او انا محتاجه تلاتاشر انا عارف شقة حالة بطأ ينطح رفون نمبر لكن انا معرفش رقم تليفونها بط اي دونت ريميمبر انا لا اتذكر انا لا اتذكر جملة عادية هي مش محتاجة استمرار هي جملة عادية انا اعرف حالة او اعرف شقة حالة لكن انا مش فاكر رقم تليفونها اربعة عشر اخت هدأ صغيرة بتتصرف بشكل يعني متعاون متعاونة النهاردة ده لطيف او دي حاجة لطيفة فعندها بالاختراف اس بين اس باينج اس باينج اس باينج فياخذنا رقم سي اس باينج التفنى ان كلمة باينج هنا معناها يتصرف او بيهيفينج اس باينج بيهيفينج بري حالفول بتصرف بتعاون رقم خمستاشر انظر الفتاة بيجروا عشان يتحقلوا توبيس دي نوعات ان احاري هما نوعات فيها عجلة هما مستعجلين فهم يبدو زي سيم اتفنى ان سينا بيجيش في السمرار زي سيم زي ما هي ستاشر ميدوس لنوعات فهند اوف ايتنج فاست فوت ابنتي مغرامة باكل او بالوقبات السريعة باكل للوقبات السريعة فعندي اس باينج اس باينج اس باينج اس باينج اس باينج فهي هنا انا باتكلم عن جملة مضربة سيت عادية فاقول هنا اس اولوز فان اف اس اولوز فان اف او بي فان اف معناها مغرام بي بي فان اف معناها مغرام بي فابنتي مغرامة بي سبعتاشر ابي بيعمل بجده هزه الايام هزه الايام بس عمل مؤقت عشان هو محتاج فلوش للمساريب بتعمل درس بتاعتنا فعندي بالاختيارات بقول لك هنا هزه الايام بس فهي هنا بيكلم عن عمل مؤقت او فعل مؤقت الفعل المؤقت بياخد معا المضربة المستمر رقم سي اس باينج تومنتاشر زووتر نوعات كان يبتلن المية بتغلي هل يمكن ان تغلق الغاز او تقفل الغاز او تقفل البتغاز حتى فعندي بويلز بيغلي اس اولوز بويلينج بويل اس بويلينج زووتر اس بويلينج المية يغلي في حالة تشغل دلوقتي المية بتغلي دلوقتي عشان كنا بقول لك اعفل الغاز او اعفل البتغاز تسعة شي كانت توهر شووينج at the moment بكوز تنوات حفلي مش قادرة تتصوك دلوقتي عشان الدنيبة تمطر بغضارة بكوز اس رينيج لانها تمطر مش قادرة تحملها في هذه اللحظة دلوقتي عشان في مطرش غاز دلوقتي في حالة مستمرة دلوقتي اس رينيج عشرين ما تترنش علي دلوقتي عشان هو بيتناول الغداء اس رينيج اس رينيج يتناول كلمة حالة فينا معناها يتناول مش معناها يمتلك عشان كلي يبتها في الصندرر واحد وعشرين اسماء اسماء تبدو سعيدة في هذه اللحظة ماليج دعوة كلمة سيل ما يجيش في الصندرر اسماء حتى طلقت مش سعيدة لا تبدو سعيدة حتى مش تبدو لا تبدو اثنين وعشرين هنوات هس جلاصي فهي هو مش بيرتد Arc مش هيقدر يتفرجse classic عشان هو لابس النظارات هو شخص عنده نظارة او مفصل نظارة لبس نظارة فبنيقول النظارة مش هيعرف تفرجع الم echo فهو مش لابس النظارة عشان كده مش عارك تفرج على الماتش 23 أنا أفكر في زيارة لندن ولؤية أصدقائي هناك أو أنا أفكر أن أنا أروح لندن وأزور أصدقائي هناك فعندي I'm thinking أيوة هي I'm thinking أنا أفكر بنامكي ما أفكر عندي بمعنى يفكر يبقى أن أجيبها في السمدر هنا أنا أفكر مش أنا أعتقد أنا أعتقد اللي هي رقم بي أنا أفكر اللي هي رقم بي فنعايز أقول أنا أفكر في زيارة أو أنا أفكر في الزهاب إلى لندن 24 25 منا بتستمتع فعلا بالعطل بتاعتها على الجزيرة هي نقطة really good time هي بتحظى بوقت جيد she is having يحظى بوقت جيد is having she is having 25 I know that our team are practicing hard these days أنا أعرف أن فريقنا بتمر بجد هذه الأيام دي نقطة win the cup هما عايزين يفوزوا بالكأس يريد أن وانت تو يريد أن وانت تو فعل وانت مش بيجي في السمدران لأنه دايماً بيعبر عن state بيعبر عن حالة برب ثابت مش بيجي في السمدران فبقول they want هم يريدوا أفعال ذا يوونت أو سيم أو كونسيدر أو سببوز دول دايماً هتلاقيهم كده ما هتلاقيهم في السمدران رقب 26 I'm thinking of بازنج حازم this afternoon أما أفكر في ديارة حازم النهاردة بعض الظهر Don't bother ما تضعيقش نفسك أو ما تضعيقش نفسك I know what he is on a business trip أنا أعتقد أن هو في رحلة عمل أنا أعتقد أن هو في رحلة عمل أنا أعتقد I think هنا في الجملة أو في السؤال اللهم الدهولي بيقول I'm thinking of أنا أفكر فيه أنا أفكر فيه هل هو بيستنى للبصء أو للقطار في الزاوية كل يوم Every day من الحاجات الدالة على مدرعة بسيط Every day بعبر به عن عادة العادة مش بياخد معه مدرعة مستمر العادة بياخد معه مدرعة بسيط فهأقول Does he wait Does he wait مش is he waiting فالأولاني دي غلط الثانية Does he usually brush his state after break fast هل هو عادة بيخص الأسنان وبعد الفطار دي جملة مدرعة بسيط أو سؤال في مدرعة بسيطة عالية فدا ينفع Rقم C As he often going to the park on Sunday On Sunday فأيام الأحد دول كلها حاجات تدل على المدرعة البسيطة فبرضو مش هتقول هتقول فدي برضو غلط الأخيرة زيهم نفس الموضوع هل هو يمتلك منزل جميل كلمة have بمعنى يمتلك منزل أو يمتلك حاجة ما بتجيش في الصمرة هبتجيبها المدرعة البسيطة كلمة have معنى يمتلك بتجيبها معنى المدرعة البسيطة فبتقول Does he have فدي برضو غلط رجبة صحيحة هي رقم بي 28 Why not the sauce doesn't need more pepper ليه انت بتضوء الصلصة ليه انت بتضوء الصلصة هل هي محتاج المزيد من الفلفل نوئة نوئة لا هي عظيمة بالطريقة اللي هي بيها يعني هي زي ما هي كده هي حلوة ففكرة اللي عندي في الجملة الاولانية هو شخص بيتزوق الحاجة شخص بيدوق حاجة وفي الجملة التانية في الجملة التانية يقولك ان الحاجة دي طعمها حلوة او طعمها كويس يعني زي ما هي ففي الاولانية لما الشخص نفسه هو اللي بيزوق او هو اللي بيشم بيجبها في استمرار لما اقول ان الشخص يبقى تزوق او الشخص بيشم يبقى الشخص بيعمل حرس يبقى في اكشن لما ان في اكشن يبقى في استمرار يبقى الاجابة الصحية اما تكون رقم سي اما تكون رقم دي لان هما اللي فيهم اكشن هما اللي فيهم استمرار لما شخص بيتزوق حاجة او بيشم حاجة يبقى وكرة بيعمل اكشن يبقى ده هيجي في السمرر يبقى اقول. لماذا انت تتزوق? ليه انت بالضوء السلصة. اما التانية لما اقول ان الحاجة دي طعمها كويسة او ريحتها كويسة فديه استيط دي مش اكشن دي مش حالة دي دي حالة. فالحالة بيكون مضارعة بسيط. يبقى انا الاولاني عايزها مضارعة مستمر والتانية عايزها مضارعة بسيط. لقيت على رقم سيها هتلاقيها مضارعة مستمر مضارعة بسيط زي ما انا عايز يبقى انا اخدها. الاخيرة هتلاقيها مضرعة مستمر مضرعة مستمر لأ التاني هنا هتكون مضرعة بسيط لأن دي ستديح حالة لما اقول ان الحاجة نكسها طعمها حلوة او رحيتها كويسة باخدها مضرعة بسيط زي هنا اما لما اقول ان انا او الشخص معين بيزوء حاجة او بيشم حاجة ساعتها افعل الحواس بتكون مستمرنا يعني رقم سي تسعة وعشرين كان يو جو داون تاون وزمي رايت ناوة هل انت وميكن تيجي معايا لوسط البلد وسط البلد في الحال دلوقتي فعند بالاختراض عندك الاولانية والتانية المفروض الاولانية والتانية يكون مضرعة مستمر لأن الحادث انا بعمله دلوقتي الحادث انا بعمله دلوقتي والافعالة اللي عند لها وقيت عادي يجو في الصمرة في المفروض الاولانية والتانية كانوا يكونوا لكن هم هنا جايين مضرعة بسيط فدلوا غلط رقم دي الاخيرة كلمة اندرستاندي يفهم عادية ما بيجيش في استمرار فرقم دي هنا غلط خالص مش يقدر معاقي رقم سيه اللي صح لأ انا مستني انا مستني في حالة بيعصر في اكشن اللي هو الانتظار انا مستني مكمل دلوقتي تلاتين من الاخيرة ايه اللي من دول الجرامر بتاعه صح عندي ايه اعتقد انها بتكلف او تكلفتها متين دولار ولا ام اولا الاخيرة تفنى ان كلمة دي ما بيجيش في استمرار يبقى دي غلط بعد كده انا لا اعتقد انها غلية دي تنفع دي كويسة لكن لو قلت التاني بتاعها هتقول تكلفتها فقط عشرين دولار كلمة ما بيجيش في استمرار فبتقولش اتكوستنج لا بتقول اتكوست دي الاولانية كده فدي غلط برضه عشان كلمة اتكوست ما بيجيش في استمرار رقم بي ام thinking you are a nice person انا هنا بعقول او ترجمتها اللي انا فهمتها انا افكر انك شخص لطيف لا هنا غلط هنا معناها انا اعتقد انا اعتقد انك شخص لطيف فانا اعتقد او thinking بمعنى اعتقد هنا المفروض ما كانش تكون كده المفروض كانت تكون I think I think you are مش I'm thinking فرقم بي برضه هنا غلط الوحيدة اللي تنفع هي الاولانية I think it causes 200$ انا اعتقد انك تكلفتها 200$ انا اعتقد انك تكلفتها 200$ انا اعتقد انك تكلفتها 200$ الانجاب الصح هنا هي مضرع بواسيط انها الاولانية دي كده كان بكل اسئلة lesson 3 و 4 الجوز اللي بعد كده المفروض انه هو التمرين العامة اللي هي general exercise التمرين العامة التمرين العامة دي هتكون يعني واجب ليكم هي والاختبار اللي في الاخر ان شاء الله هنزل لكم بوست على الكميونتي او المتدب تقى اليوتيوب هتحطول في كل الاسئلة اللي عندكم سواء في الجزئية دي او فاى جزئية قبلها وسواء من كتاب جينا برضه او من اي كتاب تاني اي سؤال عندكم في اليونت دا اي سؤال في الكتاب دا فاي كتاب تاني مش موجود في اي كتاب خالص جافتناك وخلاص. اي اسئال عندك اي استفسار اكتبهولي او هتكتبهولي في البوستر اللي نزلو على وان شاء الله نعمل فيديو مجمع او فيديو واحد هتشرح لكم في الاسئلة دي كلها. بحس يعني نوفر شوية وقت في الفيديوات اللي جاية. اللي هحلو معكم دلوقتي هي التمارين المتقدمة. التمارين دي لحد مما تعقت اي حد. فشان كده انا هحاول حلها معكم شوية بسرعة كده. وزي ما قلت لكم الباقي يكون نواجب لو حلتو عندكم فيه مشاكل اكتبوها لي او هتكتبوها لي في البوستر اللي نتعر لكم وان شاء الله عمل لكم فيديو واشتراكم في كل الحاجات دي. فخلينا نشوف اول سؤال في التمارين المتقدمة. معظم المعلومات او المعرفة اللي نعرفها هي محددها للشركة اللي احنا شغلين فيها. مرادفات كيمة الاسبسيفك هما نقط. انا هنا محتاج اختار جملتين او اجابتين مش اجابة واحدة. فانا عايز مرادف الاسبسيفك. معناها معين. لو انت حافظها هتعرف ان هي الاولينية. ورقم سي. لو مش حافظها هتبص على التانية هتلاقيها معناها تخيولي. ملاحظة لكبية خالص فمش هتاخدها. معناها عام. معناها عام برضو. فببلك و جنرل وما ما لهمش اي علاقة بالاسبسيفك. فتعرف ان اللي الجابة الصحيح هنا هي معناها معين. و اللي هي معناها خاص او مميز. معناها خاص او مميز. فبكيولير وبرتيكولر هم المرادف بتاع الاسبسيفك. اتنين. اذا مس. المكتب بتاعه فوضى. مس اللي هي فوضى. هنين دي سامواته حل بهم هو محتاج حد يساعده ان هو ينظم الورق بتاعه والاوراق بتاحته. عكس كلمة معناها ينظم. عكسها اللي هو يفسد يخرب ولا يدعم ولا يرتب ولا يقف ولا يزعك او اللي هو يخرب يعني يخلي فيه فوضى. فعكس كلمة هو الاولانية اللي هو يخرب او يعمل فوضى. ثلاثة عشان كده هم هيقدمه لقرد في البنك اللي هو قرد. فالاوضاع المالية الحالية للشركة مش كويسة. فعندي السابقة ولا الحالية ولا المستقبلية ولا في الوقت الحاضر ولا فالجابة الصحيحة هي الاتنين معناهم في الوقت الحاضر او حاليا. الاوضاع الحالية مش كويسة. عشان كده هم هيقدموا على كارت. اربعة ما جرام نفاضر جدي ما قدرش يقوم بالنشاطات الكتير عشان هو كبير جدا عجوز جدا. فعندي كلمة بتاخد دو او كلمة بتاخد دو اللي اتنين بدو نسلم معنا. خمسة العمل الجادي بيخلي محمد مختلف عن بقية التلاميذ. عن بقية التلاميذ. فعندي مختلف عن اسمها او فروم. هو الاصحة قوي ان هي فروم. لكن بيقول ان احنا محتاجين اتنين محتاجين حرف فتو هنمشيها. دفرنت تو وديفرنت فروم. دفرنت تو وديفرنت فروم. ستة. اتنين من الافعال اللي جايين. انا هنا محتاج فعالين ممكن يكونوا سبتين او ديناميك متحركين بيعملوا. ممكن يكونوا سبتين او بيعملوا بمعنى تانى ممكن uيجوا في استمرار وممكن ما ينجوش. يعني انا محتاج هنا فعلاين. الفعلاين دول ممكن ايجوا في استمرار وممكن ما يجوش. فعند الاولانية. يقول دريف امرها ما يكون استاتف. دريف انا ممكن في اي حالة اجيبها في استمرار. عادية كلمة عادية بتكيه في استمرارة عادي. هي ليها معنى واحد وبتهي في استمرارة. زي اها دايما ب fattyiveness عادي اقدر اجيبها في استمرارة. هف يمتلك منزل هاب بمعنى يمتلك اما هاب بمعنى يتناول او يحظى بوقت دي بتكون اكشن او تكون dynamic اما اقول having good time هو يحظى بوقت جيد هو بتناول الغداء كلمة هاب بمعنى يتناول او يحظى بي دي dynamic بيجي في استمرار اما كلمة هاب بمعنى يمتلك ما بيجيش في استمرار فكلمة هاب ممكن تكون مستمرار عشان كده انا اخذها معي هنا. الكلمة التانية هي look ولا believe. believe معناها يؤمن. والاراء والاعتقدات والايمان دايما يكون state of مش بيكون dynamic مش بيكون اكشن. مش بيكون دايناميك بيكون state of. فهذا ماش بين فعلتين كلمة believe مش بتنفع دايناميك وبتنفع state of. لا كمة believe بتنفع state of بس. اللي بتنفع dynamic وهي كلمة look. look معناها ينظر الى او يبدو. look بمعنى ينظر ينظر الى بتكون dynamic action حدث بيحصل الى هو النظر. look بمعنى يبدو زيها زي سين بالزبط ما بيجيش في است يبقى ممكن تكون بمعنى ينظر الى ممكن تكون بمعنى يبدو. فلوك برضو هي الاجابة التانية. سبعة احتاج برضو جملتين من هنا يكون الجامعة بتاعهم صح. اول واحدة فالجملة هنا ما تنفعش. هو هنا يجيب لك كلمة دلة على مدرعة من سمر مع كلمة دلة على مدرعة بسيط فالمعنى هنا باس خالص. معناها في الحال. ويوجد لي معناها عادة فازاي عادة وفي الحال او في هذه اللحزة. الجملة دي الجامعة بتاعها غلط خالص. التانية هو بتعلم ازاي سوق في هذا الشهر. دي تنفع. انا بتعلم خلال الشهر ده. خلال الشهر ده كله انا بحضر الحصص لمسلا لدروس قيادة مسلا. دروس واقع. فهي خلال الشهر ده كله انا بتعلم. خلال الشهر ده كله في حرص بيكون مستمر. فرقم بيتنفع. الجامعة بتاعها صح. رقم سي. احنا بنتقابل يوم اللي اتنين عشان ننقش بعض المشاكل. التباني اللي مستمر بستخدمه عشان اعبر عن ترتبات. فترة تي بيقول الجامعة بتاوسح. رقم دي. ما تكملش كلمة وانت ما بيجيش في السنرار. كلمة وانت ما بيجيش في السنرار. ما بيجيش مع مدرعة من السنرار. دي غلط. الاخيرة. انا لقى تناول الافطار هزا الصباح. يعني انا لقى تناول الافطار هزا الصباح. الاخيرة برضو الجامعة بتاعها غلط. اللي تنفع هي رقم بي ورقم سي. تمانية. اختار احسن اجابتين. افضل اجابتين. عندي. هما بيكره ان هما يروح لمدرسة متأخر. صح? كلمة افعل المشاعر والعواطف ما بيجيش في السنرار. هي مدرعة بسيط كده صح? رقم بي. المدير بتاعي بتصرف بطيبة هزي الايام. جبناها بكرة وحللناها بكرة فريد تنفع برضو. يبقى كده اللي بقين هما لغلط. ما تكملش. كلمة سابتة. مش مش تمام? فهي هنا الجملة غلط. رقم دي برضو زي هذا يعني. عكسها. عكسها في المعنى لكن نفس القاعدة نفس برضو ما بيجيش في السنرار. الاخيرة نادر بيعمل فيه او بيعمل فيه فندق لمدة اسبوع. لو ما جابش دي كنت اعتبرتها جملة صح. لكن هنا الجملة غلط بسبب ان الحالس هنا الحالس مؤقت لمدة اسبوع بس. والحالس هيكون مستمر لمدة الاسبوع ده بس. فالمفروض هنا برضو جملة الاخيرة دي كلمة تكون مدرعة من السمر. فهنا برضو الاخيرة دي غلط. يبقى الجابة صحة هنا يا رقم ايه ورقم بي. تسعة اتنين من اللي جايين دول الجملة بتاعهم غلط. يعني هنا هدور على الجملتين الغلط مش الجملتين الصح. الجملتين الغلط. فاول واحدة الشربة طعمها كويس. اتفاين ان لما بيوصف الحاجة لما بيجيب الحاجة نفسها. واقول ان طعمها كويس او راحتها كويسة ساعتها ما بيجيش في استمرار. اما لما بقوله ان الشخص يبيه تزوج او الشخص بيشم ساعتها بيجيب هنا انا مش بتكلم على الشخص. انا هنا بتكلم على الحاجة. الحاجة اللي هي ريحة او الحاجة اللي هي تطعم. Berkeley Catalans الاولانية دي ما كانش مفروض تكون كده كان المفروض تقول ale some two taste is good. taste is good. لما بيتجيب الحاجة او الاكل مسلا للرحة او اللي اطعم ساعتها مش بيجيب للسمرار. اما لما بيتجيب الشخص اللي ب Oftentimes او الشخص اللي بتزوق ساعتها بيكون في السمرار. انا اتزوق الشربة دلوقتي عشان اشوف لو هي محتاجة ملحة. هنا بقى العكس. هنا انا باتكلم على الشخص او انا الشخص. الشخص يبقى تزوق. الشخص هو اللي بيزوق او هو اللي بيشم. يبقى هجيبها في السمرار. هنا مش جايه في السمرار يبقى دي برضو غلط. الاولانية بدأ بالحاجة. بدأ بالشربة. يبقى الشربة كان المفروض تقول ذا صوب تيسسك. كان المفروض تكون بدرة بسيط. اما نام نبدأ بالشخص الشخص هو اللي بيزوق او اللي بيشم. فالمفروض دي كان تكون دراعه من السمر. هو هنا بادرنون. عشان يبقى و喜بتين ان الناحنا انتاجناه هنا هو الاولانية والتانية. خليه بلكك انوا كان عايز جملتين غلط. في الاولانية والتانية. الجراملا بتاعهم غلط. عشان كده اناخدته. عشرة. اتنين من الجمال اللي جايين دول الجراملا بتاعهم صح. يعني I'm feeling tired these days أنا أشعر بتعب هذه الأيام بصح بمفاش أي حاجة الثانية I'm thinking that he will come to the party next week هنا معناها أولا بيقول أنا أعتقد Think that معناها يعتقد Think that معناها يعتقد فthink بمعناها يعتقد ما بيجيش في السمرار يبقى دي غلط Think بمعناها يعتقد ما بيجيش في السمرار يبقى دي غلط رقم C What are you doing? I think about my family أنت بتعمل إيه أنا وفكر بشاء Think about معناها وفكر بشاء ساعتها برضو Think كن مفرد تكفي السمرار I'm thinking about كن مفرد تكون مستمرة مش مضرعة بسيطة ودي برضو خلط I have a bad cold and I'm seeing the doctor tonight أنا عندي برض وحش أو برض سيء وأنا بزوره الطبيب النهاردة مريبتي بأنني هزوره الطبيب النهاردة همضرعة مستمرة بيعبع عن ترتيب يبقى لكم لدي صح الأخيرة The movie is looking very interesting الفيلم يبدو مثير جدا التبني أن كمة look بمعنى يبدو بتكون سبتة بتكون سبتة مش بتكفي السمرار كلمة look بمعنى ينظر إلى هي اللي بيجي في السمرار أما كلمة look بمعنى يبدو ما بيجيش في السمرار عشان كده دي غلط اللي رجبتين الصح هم الأولانية ورقم دي 11 Dentists use not anthetics to drill into a tooth or even take it out أطباء الأسنائي بيستخدموا المسكنات أو اللي هو البنج عشان يحفروا جوه سنة معينة أو ان هم يعني يشلوها خالص يخلعوها فالبنج اللي بيستخدموا ده بيكون local محلي ولا national قوامي ولا international دولي ولا body جسم فياخد رقم اي بنج محلي عادي بنج محلي 12 في تلات دراسات وصلوا لنفس الاستنتاج بشأن الفيروس فنعايز أقول هنا تلات دراسات مفصلة تلات دراسات مستقلة فالجابة صح هنا هتكون رقم بي dependent معناها معكمة على independent معناها مستقل independent معناها بديهي الاخير المجنري معناها تخيلي الكام جملة اللي جايين دول هتلاقي كلمات كتير انت مش عارفها الكلامة دي الى حد ما هي مش عليك في الملك انت بس ركز على كلمة اللي عندك كركز على كلمة مميزة اللي عندك في الملك عايز تحفظ الباقي يحفظه ومش عايز تحفظه مش يدرك في حاجة لكن مزايا دي مسلا مهن هاش قدرة هي لازمة مش لازم تعرفها تمام هي معناها بديهي عايز تحفظ حفظه بل عايز تحفظه غالبا مش يدرك في حاجة ترتاشر الارب الصغير كان بيكافح ضد الامواك وقدر يوصل بسلامة اسمها استراجلت كان بيكافح تلمة معناها تنافس او تنافسها تنافسها اكسباند معناها تمدره اربعة عشر وتم اخذه الى المركز للاستجواب عندي هنا حرف الجرر فياخد معها بكت 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 مدام في حرف الجرر او يبقى اخد بكت خمس اشر زيود الطبخ بتستخرج من النباتات زي الدرع او اللي هو عباد الشمس فعندي بتستهلك ولا بتنوي ولا إكستراكت كلمة إكستراكت لما جيتها اشرحها وتركوا من المعناها هيستخرج كلمة إكسترائكت لما كنت أشرحها كلكم معناها يستخرج وإن إحنا في يونه ده نستخدمها بمعنى يقتبس أو اقتباس بس هو نستخدمها بمعنى الأصل اللي هو يستخرج فكلكم إر إكسترائكت بطوست تخرج بطوست تخرج إكسترائيارد معناها ممتاهة صلاحية إكسترائيارد معناها ممتاهة صلاحية ستاشر الفريق معرض أن المباراة خلصت بعشر أحداث مقابل لشيء وهم كانوا في الترتيب الأخير يعني ردوطهم الأخيرة ردوطهم في الآخر هنا الممتش خلص عشر أهداف لسفر أن الممتش خلص بعشر أهداف سبعتاشر في مجال تطوير العقاقير حاجة معاينة خاصة بالسرية بتكون عميقة وقوية فعندي ثقافة ولا حابة عادة ولا صرية دراسة ولا كاستوم اللي هو الزي ففي مجال زي تطوير العقاقير بحاجة اسمها ثقافة السرية خطط الحكومة النهاتية في المستشفى خطط الحكومة النهاتية في المستشفى بتاعة القرية استفزت نوات الوقافة احتجاجية فلما الحكومة قررت النهاتية في المستشفى كان فيه استفزاز ده استفز الناس والناس قررت أنها تعمل وقفة احتجاجية فالوقفة الاحتجاجية دي هو بيوصفها بالسطورم بالعصفة هو هنا عايز يوصف فو وصفها بالعاصفة بالاوليية طاة معناها يرتب اللي هو الشاطئ اللي هو هطول المطر او نزول المطر هي العاصفة Heat-Storm هاي the storm-Storm hört عبر عن القوة او اللي هو العشوائية او الحياق في حياةه كده اللي هو ك competاية الاحتجاجية او الاحتجاج او ؛ ممكن تسميه او توصفه بالعاصفة فهو هنا نب chin它 ويوصف الوقت الذي يوصف بتاkeln الناس بالStorm وبالعاصفة تمام؟ هو هنا يوصف بها يعني فيه حال غضب شديد ده المعنى هنا. 19 عملت الاطفاق سقطت من نوعات سلالم وازت ظهرها. فعند في الاختبارات رحلة ولا فلايت ولا جليدر ولا بلوك. فايه اللي ممكن يكون اجابة صححة هنا. اجابة صححة هي كلمة فلايت. فلايت اوفستيرز هنا ممكن يبقى معناها سلم الصعود. عارفين انتم المطافي بيقوا معهم سلم كبير كده. بيطلع على وبيطفوا المباني. فلايت اوفستيرز هنا بتعبر عن سلم الصعود. سلم السلم اللي المطافي بيطلعوا عليه. او رجال المطافي بيطلعوا عليه. عشرين في عالم العمل. العامل او الموظف المفروض يزبط نفسه او ينظم نفسه على انه هو يوصل للشغل في الوقت المحدد. فعندي ولا 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 اصباير ولا ارجنايز. ارجنايز ينظم نفسه. واحد وعشرين. الكتاب اللي انا كنت اقرأه. هل انت شفته? يعني هنا بدور على الكتاب بتاعي مش لقيه. فبقول لحد اين الكتاب اللي كنت اقرأه? هل رأيته? فالاجابة هنا هتكون اي ولا هو من ولا اين ولا ماذا? فهتقول له ايه الكتاب اللي كنت بقرأه? ولا هتقول له مين الكتاب اللي كنت بقرأه? مين? ولا اقول له اي ولا هتقول له اين? فهتقول له اين? اكيد هتقول له اين? ولا واحدة من دول تنفع. ولا واحدة من دول اصلا من كنت تشوك فيها. الإجابة اللي مفروض تكون منطقية بالنسبة لك هي رقم C وير أنا الكتاب اللي دي كنت أقرأه حل رأيته 22 Everyone has done their homework موضي دي السؤال المزيل السؤال المزيل بأخد الفعل البتاعي بحطه في الآخر بأخد الفعل البتاعي بحطه في الآخر هو جايبهولي ذي قبل الفعل ده بجيب فعل المساعد بجيب فعل المساعد بجيب من الفعل المساعد بجيب من الجملة دي بأخد الفعل المساعد اللي موجود في الجملة دي واعكسه لو هو مزبط بنفي لو هو منفي بذبته بأخد الفعل المساعد من الجملة دي لو هو مزبط بنفي لو هو منفي بذبته فانا عند الفعل المساعد هنا هو هاز فحاز مزبط فانا هنا هجيبه هامفي فأقول هازنت لكن ازاي أقول هازنت والفعل بتاعي زين ازاي الفعل بتاعي يكون هنا هازنت وهنا زي دي بتجمع هاب مش هاز وما ليه هنا خدت هاز الخدت هاز عشان Everyone and every body ونو one ونو body الحاجات دي لما باخد معها beat paper 2 ten 5 او فعل مساعد عموما بااخد فعل مفرط. قول افضل او انا لما اقول في دي بتاخد هاب فيقول هنا في السؤال المزايل المفروض ان انا بااخد الفعل المساعد من هنا بحطه هنا بغيره لو هو مسببا فيه لو هو منفي بزبيته. لكن في الحالة دي الحاجات دي لو ما بتاخد فعل مساعد الفعل المساعد لي معها بيكون مفرط. لكن لو ما بعاود عنها بالضمير الدعم hoy بيكون جماع. الكلام الدي بيصالم معها فعالة مساعد مفرط. لكن الضمير اللي بيحلها محلها بيكون جمع زي او دي. وزي ما ينفعش اخد معها هازنت. دي باخد معها هابنت. عشان كده الفعالة المساعدة المنسبة هنا هو هابنت. مش هازنت. تلاتة وعشرين. بدر لقي معلومات او معلومات رايلة على الانترنت. قدر يصدمها في المقال بتاعه. فعندي ولا 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 كلهم باستطرموا ما حاجات بتتعد. كلهم باستطرموا ما حاجات بتتعد. اما كلمة فاصلا مش بتتعد. ملهاش مفرد وملهاش جامع. فالوحيدة اللي بتتعامل مع الحاجة الغير معدودة هي كلهم بيعبروا او بيتعاملوا مع حاجات بتتعد. اما بتتعامل مع حاجة مش بتتعد. زي كلمة اربعة وعشرين. ركابل شاتة وز نوات. الثنائي كان بيتكلمه وكان بيتشاته وكان بيدردشه مع بعض. اثناء ما كانوا مستنين للتوبيس. فعند شاتة ولا ولا تعبير معروف جدا اسمه اتش اثر. بعضهم البعض. مع بعضهم. خمسة وعشرين. ان احنا ده ساعته في الانف. في الانف. عند هنا ان ولا ا ولا ذا ولا نو ارتكل. فمصطر الاوليية كلمة اصلا بدأ بصوت ساكن. لو ان نوز بدأ بصوت ساكن. فصوت الساكن مش هياخد ان هياخد ا. فاصلا دي غلط خالص. لو هتاخد اذات نكرة مسلا هتاخد ا مش هتاخد ان. نبص على ا ا ا بيقودها عشان عبر عن نكرة. عن حاجة نكرة. فينفع اول على منخير واحدة. لو قلت معلها ان هو عنده ميت منخير مسلا. عنده كزا منخير. وهي وقفت على واحدة بس منهم ولا ساعتها. فده مش صح انا هنا مش بتكلم على الحاجة نكرة. انا هنا بتكلم على الحاجة معرفة. على منخير للشخص ده. النحلة اللي عارف لما تكون في عزوما مسلا او حاجة وتلاقي حد المكسوب فبتقوله زبط نفسك او عيش مع نفسك. عيش مع نفسك كل براحتك واعمل براحتك. نفس الموضوع بالزبط في الانجليزي لما بتقوله بتقول help yourself. help yourself. ساعد نفسك. help yourself. انا انت اجزت انت مش ضيف. انت مش حد غريب. يعني كل اللي انت عايزه او اعمل اللي انت عايزه. help yourself. انا موصلش مصادة حرفية لا. اللي هو يماشي نفسه. حرك نفسك وماشي نفسك واعمل انت عايزه. يعني انت مش ضيف. انت مش حد غريب. سبعة وعشرين. نقط ابوت ده بعد الحوتيل. هي would have cancel the trip. لهو كان يعرف ان الفون ده قدام مش كويس. كان هيلغ الرحلة. الجملة دي على حالة F. F الحالة التالتة. عندي هنا جواب الشرط. ود هاب والتصرف التالت. ود هاب والتصرف التالت دي حالة تالتة. الحالة تالتة بتجيب الجملة اللي بعد F بتكون موضي تام. بس F اللي ما جدي عندك هنا جاي بعدها بطرعة بسيطة. يقع انت انا مش هتاخد دي. دي F الحالة التالتة. عرفتها من وضهاب والتصرف التالت. عرفتها من وضهاب والتصرف التالت. دي F الحالة التالتة. بما انها الحالة التالتة يبقى المفروض ان الجملة الاولية دي هتكون ماضي تام. ماضي تام مش موجود. هتعمل ايه? هتاخد البديل بتاعه. البديل بتاعه كان بيكون هاد وبعد هاد بتجيب الفعل وبعد الفعل التصرف التالت. هاد هي نون هي 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 هاد نون. لو انت تفكرين من الترمي الاول بداية الاف. بداية الاف في الحالة تلاتة هيكلمة هاد. والفعل وتصريف التالي. فياخدنا رغم سي. هاد هي نون بتسوي اف هي هاد نون. تمانية وعشرين. بالرغم ان انت بتفكر فيه. انا فعلا باحتمل بالبيئة. بص هي الجملة دي كاملة. انا احتمل ببيئة. جملة كاملة ومنكم ما تحطش اي حاجة من دول عادي. اللي عم تبتتكلم بتقول انا اهتم بالبيئة. عادي. لكن لما بتحب تأكد على اي حاجة بتجيب قبلها دو. لما تيجي تأكد على فعلة معين بتاخد معا دو. بتحط له دو. بتقول اي دو كير. اي دو كير. انا حقا اهتم او انا فعلا اهتم. الجملة زي ما قلت لكم هي جملة عادية وصح. اي كير اباو دو انفيرومنت. جملة كاملة وجملة صح. لكن هنا هو عايز يأكد عليها. بقولك بالرغم من اللي بتفكر فيه او اللي بتعتقده عني. انا حقا او انا فعلا باهتم بالبيئة. هو هنا عايز يأكد اهتمامه. هو هنا كلمة دو بتأكد. اي دو كير. تسعة وعشرين. اي ويش امال نوات مي وير شي ووز جوين. انا اتمنى لو امال كانت قلتلي هي رايحة فين. بوش هنا هجيب بعدها موضي تم. الجملة دي الماضي فهجيب بعد وش موضي تم. اي ويش امال حاة طولد. اي ويش امال حاة طولد. الاخيرة. احكز اتك بفندق مبكرا. وإلا مش هتلقى مكان شاغر. مكان شاغر. مكان شاغر او غرفة شاغرة. احكز بسرعة مبكرا. وإلا مش هتلحق مكان شاغر او مش هتلاقي مكان شاغر. وإلا. هنا كنت نكون تحت مكانها معناها مغلط خالص هنا. المعنى الصح هنا احكز اتك بسرعة او مبكرا وإلا. معناها وإلا. زيها بزبط زي او. او تنفعت. يبقى تنفع. او او تنفعت. دي كده كانت كل السئلة اللي معنا النهاردة. ممكن اصعب اسئلة حلناها كانت تلاتين جملة تلاتين جملة الاخرى اللي هي التمنيه المتقدمة. زي ما قلت لكم او الاختبار ده. والتمنيه العامة على اسم سوري فور ده وبنزلكم هو الواجب بتاعكم. لو تباركت على الفيديو حد دلوقتي فاتماني ما كونش ضيعة وقتك. وبس كده اشوفكم ان شاء الله فيديو كيف يروبنا وفاقكم.